ارتفع عدد القتلى في صفوف الجنود الأمريكيين في أفغانستان إلى أكبر معدل له في شهر واحد منذ بدء العمليات العسكرية هناك منذ ثمان سنوات وقال الجيش الأمريكي إن جنديا أمريكيا لقي مصرعه أمس في شرق البلاد ليصل بذلك عدد القتلى في صفوف الجيش الأمريكي هذا الشهر إلى 46 جنديا وفي هذه الأثناء قتل ثلاثة من أثراد الشرطة الأفغانية وأصيب 28 آخرون بجروح كما تضررت خمس عربات في كمين نصبه مسلحون لقافلة من قوات الشرطة في إقليم غزني وقال أحد العاملين في وحدة مكافحة المخدرات إن القافلة تعرضت لهجمات من ثلاث جهات ووقعت العملية بينما يدرس مسؤولون أمريكيون احتمال الطلب مزيد من القوات كجزء من تقرير يتم إعداده لتقييم الوضع الأملي في أفغانستان كما يدرس هؤلاء المسؤولون فكرة تكثيف دورات تدريب لأفراد من الجيش والشرطة الأفغانية وللمزيد حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ أمان الله عطاء محمد الصحفي الأفغاني مرحبا بك بداية نبدأ من الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع الكبير في عدد القتلى في صفوف الجيش الأمريكي وحتى في صفوف قوات التحالف السبب الرئيس أن العدد القوات الأجنبية في أفغانستان ازداد هذا العام وأرسلت أمريكا هناك 20 أكثر من 20 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان فهذا هو السبب الرئيسي في ازداد عدد القتلى هذا العام بين الجنود الأجانب في أفغانستان وعلى رسم الجنود الأمريكيين فهناك 100 ألف جندي أجنبي الآن من القوات الدولية المستقرة في أفغانستان منهم أكثر من 60 ألف جندي أمريكي فهذا هو الأسباب الرئيسي ولكن من جانب آخر تم ازداد المعارضة بين الأفغان لكيفية معاملة وكيفية عمل القوات الأجنبية في أفغانستان وبالتالي ازداد تأثير أو نفوذ المعارضين وعلى رسم مقاتل طالبان في أفغانستان وما هي أبعاد هذا الموضوع؟ ازداد عدد القتلى في القوات التي يفترض بأنها أتت إلى أفغانستان للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد أعتقد أن القوات الأجنبية بدلا من أن تقوم بعمل من حيث يرى الأفغان أن هذه القوات المتواجدة هناك جاءت لحفظ الأمن القوات الأجنبية الآن تقوم بعمل الحرب ضد طالبان ومقاتل القاعدة التي يتواجدون في المناطق الجنوبية والمناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان فالمهمة التي القوات الأجنبية هي من أجلها متواجدة هناك أصبحت بدلا من أن تكون الحفاظ من أجل الحفاظ على الأمن أصبحت مهمة الحرب ضد قوات طالبان وضد مقاتل القاعدة الذين يتواجدون هناك نعم يعني ذكرت في بداية الحديث بأن هناك استنكار أفغاني لتصرفات التي يقوم بها عناصر وجنود القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان يعني ما هي هذه التصرفات التي تزعج الشعب الأفغاني في البداية لما جاءت القوات الأجنبية إلى أفغانستان عام 2001 كان المهمة الرئيسية أن تقوم بهذه القوات على حفظ الأمن هناك وهذا هو الاسم الأيساف اسمه International Assistant Forces for Afghanistan القوات الدولية لأجل حفظ الأمن في أفغانستان أصبحت وكانت في ذلك الوقت القوات الأمريكية فقط تقوم بعمل حرب ضد مقاتلية وبقايا الطالبان هنا في ذلك الوقت لكن الأمر الآن بدل من أن يتحسن الوضع على العكس الوضع أصبحت سيئا ويقارن بالسنوات السابقة فهذا الأمر يؤدي في البداية أيضا القوات الأمريكية في هذه المناطق خاصة في المناطق الجنوبية قامت بتصرفات التي تعارض أو تناقض العادات الأفغانية والتقاليد الأفغانية من حيث دخول واكتحام البيوت وتعرض للمدنيين وليس فقط عنها الطالبان وتفتيش المدنيين وهكذا شعر الأفغان وشعر سكان هذه المناطق بأن هذه القوات جاءت ليس للحفاظ على الأمن بل لأجل مهمة أخرى ليس لصالحين ومن خلال هذه المدة الطالبان أيضا قامت بمهمة دعاية لصالحهم وأصبح تأثيرهم بين الأفغان ازداد ومن ناحية ومن ناحية أخرى قاموا بتخفيف كل من يتعاون مع الحكومة الأفغانية ومع القوات الأجنبية فهكذا أصبح الشعب الأفغاني مغلوب على أمره لا يستطيع من ناحيتين شكرا جزيلا لك صحفي الأفغاني أمان الله عطاء محمد لانضمامك إلينا شكرا استعدت القوات التابعة للحكومة الصومالية